أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الإنسان في حياته دائر بين قول يقوله أو فعل يفعله أو شيء ما يفكر فيه القول الذي يقوله الإنسان أو الفعل الذي يفعله أو ما يفكر فيه كل هذا مرده إلى قصد الإنسان وإلى نيته منه فإن الثواب في هذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه الأفكار إن الثواب مرتبط بالقصد والنية لذلك جاء التوجيه النبوي الشريف في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ثم إن الفقهاء نظروا في فروع الشريعة الإسلامية وفي الفروع الفقهية والأحاديث النبوية فوجدوا أن هذه الفروع وهذه النصوص تؤدي إلى قاعدة كلية كبرى سموها الأمور بمقاصدها أي أن كل ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو حتى فكر كل ما يقوم به الإنسان إنما هو مرتبط بالنية وأن الثواب مرتبط بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالنية الحسنة فنجد النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يسأله رجل يا رسول الله الرجل خرج في الجهاد غزى يعني خرج في موقعه أو في الجهاد غير أنه أشرك في نيته فيا رسول الله الرجل غزى يلتمس يعني يبحث عن أو يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى لأنه يجاهد وفي نفس الوقت الذكر أن يتحدث الناس عنه يقول إنه شجاع وكذا وكذا كأن العمل ليس خالصا لله سبحانه وتعالى كأن النية النية محلها القلب لا يستطيع أي إنسان أن يحدد نية غيره وإنما كل إنسان يحدد نيته فهذا الرجل يا رسول الله الرجل غزى يلتمس الذكر والأجر ما له ما جزاؤه يا رسول الله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مرات كل مرة يجيب يعيد السائل نفس السؤال فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الإجابة لا شيء له لا ثواب له لماذا؟ لأن النية ليست خالصة فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال لا شيء له يكرر رجل السؤال يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد المرة الثالثة فقال لا شيء له إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى هذا الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى كل هذا محله نية الإنسان كله أو محله قصد الإنسان وغرضه من فعله أو من قوله لذلك إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها إذا قرأنا الأحاديث النبوية الوردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد كثيرا منها يتحدث عن أهمية النية وأهمية إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وأن نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى يقول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا لم يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا في الغزو لم يخرجوا في الجهاد إلا أنهم شاركوا المجاهدين في الأجر والثواب كيف ذلك يا رسول الله إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا أو سلكتم طريقا إلا شاركوكم في الأجر كيف ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام حبسهم العذر العذر هو الذي منعهم لكن النية لكن القصد أنهم متى تمكنوا ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء التوجيه النبوي الشريف في حديث أعظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان متى كان معتادا على طاعة من الطاعات كصلاة أو صيام أو صدقة أو كذا أو كذا ثم أصابته حالة من الحالات منعته من الاستمرار كحالة مرضية مثلا أو حالة من ضيق المال بالنسبة للصدقات مع هذه الحالة ومع هذا التغير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن الثواب مستمر أن الثواب مستمر وأن الله عز وجل بفضله الواسع يعطيه الأجر والثواب كأنه فعل لماذا؟ ما الذي أثر في ذلك؟ ما الذي أدى إلى استمرار الثواب؟ إنها النية الصادقة فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يعطي للمريض والمسافر ثواب وأجر ما كان يفعله مقيما صحيحا الإنسان إذا كان مقيما ليس مسافرا قد يكثر من الطاعات إذا سافر قد انشغل بسفره وانشغل بأعماله فقد يؤثر سفره على تقليل العبادة مع أن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى وأنه لو كان مقيما لأدى في هذه الحالة يستمر الأجر كأنه يؤدي تماما أيضا الإنسان وهو صحيح وهو سليم يؤدي عبادات إذا أصابته حالة مرضية فمنعته من الصيام مثلا أو منعته من الحج أو من العمرة أو من كثرة الصلاة فإنه مع عدم فعله إلا أن الثواب يستمر لماذا؟ للنية الصادقة ومن كل هذا نستفيد أن الأمور بمقاصدها وأن النية محلها قلب الإنسان وأنه لا يستطيع الإنسان أن يحكم على نية غيره وإنما الذي يعرف كل ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الأجر هو الذي يثيب هو الذي يمنح الإنسان الثواب الجزيل على نيته الصادقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته